السلام عليكم تعالوا بقى النهاردة مع بعض نعمل وصفة للمكارونا سهلة وسريعة وبجد من احلى الاكلات الصيفية السريعة خلينا متفقين ان احنا في الصيف دايما بنفضل الاكلات السريعة الشهية اللذيذة اللي بتاخدش وقت معانا وتوقفنا كتير في الحار والاكلة دي من جمالها انا بعملها كل اسبوع مرة دايما ولادي بطلبوها وبجد كلنا بنحبها جدا لو مجربتهاش قبل كده بجد في اتكم كتير تعالوا نبدأ وصفتنا بس بتنسوش ان انت لو عجبكم الفيديو اشتركوا كمان في قناتي عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة انا استخدمت نص كيلو من الصدق انا استخدمت الصدق بلدي طبعا بيكون هو اجمل واحسن انواع الصدق اللي هو الصدق البلدي تقدروا تستخدموا اي نوعي تتفضلوا مش هتفرق كتير دلوقتي شوحتوا كويس جدا كده في معلقتين من الزيت عشان هو لسه هينزل دهون كمان شوحتوا تشويحة كويسة لغاية مخد كده لون حلو وبعد كده هنطلعوا على جنب وهناخد بقى كل البهاريز اللي نزلت منه دي وهننزل عليها ببصلاية كبيرة مفرومة كده في الكبة او تقدروا ان انت تبشروها او تقطعها بالسكينة يعني زي ما انتو حابين هنبتدي بقى نشوح فيها كويس كده لغاية يعني ما تتبل شوية دلوقتي نزلت عليها ارنين من الفلفل الحامي طبعا على حسب الرغبات اقدروا تضيفوا فلفل بارد فلفل الوان ورح تكون برضو الفلفل بيدي طعم حلوة اوهل الوصفة دي رشد بقى كده معلقة صغيرة من الكسبرة وهبتدي برضو انت شوح في المرحلة دي بتلاقوا الريحة بيد جندة جدا حضيف كمان رشة كده من الفلفل الاصمر وبس كده انا مش هضيف بهرات تاني علشان اصلا الصدق بيكون متبخر فاحنا مش لازم بقى نزود بهرات ونغير طعم الاكل وحضرت كمان معلقة صغيرة من التوم المهروس وقلبت شوية كده اول ما شميت ريحة التوم نزلت كده شوية من الصلصة المضربين في الخلاط وعليهم شوية كمان من الصلصة اللي انا اصلا مخزناها في الفريزر صلصة تكون متسبكة دايما بحب لما اعمل مكرونة تكون بصوص احمر لازم تكون فيها طماطم فرش بتفرق قوي في الطعم هتكون احلى بكتير من ان احنا ناخد الطماطم اللي احنا مسبكينها وحطنا الفريزر ونعمل بيها الصوص هتكون حلوة قوي برضو بس لما نضيف ليها طماطم فرش بتفرق كتير بتكون احلى كمان هنا بقى حسبها تتسبك شوية وبعدين حضيف ليها شوية من الملح انا بقى من نوعية الناس ان انا مش بسبها تتسبك قوي وتحمع كده على القلب خالص انا بخليها تتسبك كده تقريبا يعني عشر دقايق وبعد كده بطفي عليها يعني بتكون لسه الطعم الطماطم الفرش باين فيها انا بحب طعمها كده وطبعا الاكل ازواء فانتوا بقى زي ما تحبوا ضبت كمان شطة وقطرت انتوا بقى الشطة دي برضو على حسب الرغبة حابين تستغنوا عن الخطوة دي برضو براحتكم خالص بعد بقى ما تسبكتوا كله تمام نزلت كمان الصدق مرة تانية وحسيبهم كده ياخدوا غلوتين مع بعض وهم وبيغلوا هكون مجهزة مكارونة طبعا المكارونة على حسب الكمية اللي انتوا حابينها انا سلقتها كده وهسيبها تكون تلت ربع سوى المفروض سوى المكارونة المزبوط بيكون عشر دقايق انا نزلتها كده من على النار بعد سبع دقايق بالضبط يعني لسه فضلها شوية كمان عشان تستبي ونزلتها كده فوق الصوص وهبتزي ان انا قلب فيها كده وديها كم تشويحة لغاية ما تأكد ان هي خلاص استوت وبقت زي الفل الحركة دي بتخلي المكارونة تشرب من كل الصوصات اللي حواليها وتاخد كمان الطعم ويكون طعمها مميز اكتر احسن بكتير من انتوا تاخدوها كده من مية السلق وهي مستوية تماما وهيزي قلوك حاجة كمان ان انا مش بخسل المكارونة المسلوقة حطتها كده على طول علشان احنا خلاص هنتغدى حالا فانتوا بقى لو من النوع ان انتوا بتعملوا المكارونة وبتركنوها فيستحسن ان انتوا تخسلوا المكارونة علشان لو ما غسلتوهاش وسبتوها تتركن فهي مش هتكون قلطف حاجة وهتكلبش كده في بعضها المكارونة اللي مش بتتغسل لازم تتاكل فورا وبيتكون طعمها احلى بكتير من المكارونة المخسولة وعالفكرة الايطاليين مش بيخسروا المكارونة خالص هي بتطلع من مية السلق وبتدخل على الصوص على طول جربوها ان شاء الله اتعجبكم وبس كده بتنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك وشير كتير واستنوا ان شاء الله الوصف الجاية بكرة ومع السلام